هكذا تعاملت ميليشيا الحوثي مع متظاهرات من حزب المؤتمر طالبنا القتلة الحوثيين بتسليم جثة صالح المتظاهرات التي تجمعنا امام المستشفى العسكري وفي ساحة السبعين تعرضنا لاعتداءات جسيمة وانباء عن اختطاف بعضهن اصبحت صنعاء رهينة قبضة حوثية غليظة فمنذ مقتل صالح يواصل الحوثيون اقتحام المنازل وملاحقة قيادات الصف الاول والثاني من حزب المؤتمر والتنكيل بهم القيادي محمد علي الحوثي اعترف انهم يتحفظون على مجموعة من ابناء ومعاوني صالح لديهم والوقائع تقول انهم يسعون الاجتثاث من تبقى من المؤتمرين الفاعلين في صنعاء صنعاء اصبحت مدينة نصفها خائف وموحش ومدمر فيما يمارس نصفها الاخر الغطرسة والدوسة على مشاعر من كانوا بالامس حلفاء الحوثيين فالاحتفالات والرقص والتشفي هو ما يقوم به الحوثيون اليوم سفير اليمن في الامم المتحدة خالد اليماني قال لقناة بالقيس ان الحوثيين قتلوا اكثر من الف مدني خلال الايام الماضية قبل وبعد مقتل صالح وقال سيتحمل الحوثيون المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم ولو بعد حين القتل والتدمير والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الحوثيون دفعت الى التساؤل هل اصبحت صنعاء في قبضة النسخة الحوثية من الحرس الثوري الايراني مواطنون في صنعاء قالوا ان المدينة تعيش اسوأ ايامها فلم ترى جريحة وكئيبة كما هي عليه اليوم فالازقة والشوارع تبكي السجن الذي وضعت فيه هذه المدينة الرئيس هادي ونائبه محسن كان قد اعلن قبيل وبعد مقتل صالح عن تحريك سبعة الوية عسكرية لمعركة تحرير صنعاء تغرق هذه المدينة في الظل حتى تصل قعره ثم ما تلبث ان تستنشق عبير الحرية من جديد هذا هو تاريخها وتلك هي صنعاء